اشتركوا في القناة اسم السياسي في الهيئة والذي تضمن ثلاثة محاور رئيسة المحور الاول الدعوة لجدولة انسحاب قوات الاحتلال الامريكي في العراق وحقيقة هذه الدعوة التي تكررت عدة مرات بل وسبق وانصوت البرلمان على فرية انسحاب القوات الامريكية من العراق بعد ان كانوا يزعمون ان القوات الموجودة هي محدودة وعملها استشاري لكن يأبى الله الا ان يفضحهم لافعالهم واقوالهم وتناقضاتهم والمحور الثاني تضمن الحديث عن الاعدامات الجماعية المعتقلين الذين يقبعون ظلما وعدوانا في السجون التي اكتظت فضلا عن ازهاق ارواحهم والمحور الثالث تضمن معركة طوفان الاقصى وتداعياتها على العراق والاجرام الصهيوني ضد الفلسطينيين ولتناول هذه المحاور المهمة في هذه الندوة يتفضل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حالث الضاري ليبين هذه المحاور وجوانبها المهمة فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى الله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته هذا التقرير كما ذكر الدكتور ثامر والتقرير السياسي الدوري الصادر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الذي اعتادت على تقديمه كل مدة هذه المدة تتراه احيانا بين شهرين أو ثلاثة تتناول فيه بعض الموضوعات المهمة التي هي مدار الحديث في الساحة العراقية أو في صوح أخرى لها صلة بالساحة العراقية أو ضمن اهتمامات هيئة علماء المسلمين بقضايا المسلمين عامة وتقريرنا لهذا الشهر يتناول ثلاثة قضايا القضية الأولى هي الدعوة لجدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والقضية الثانية لإعدامات الجماعية المعتقلين في السجون العراقية والمحور الثالثة والقضية الثالثة هي محركة طوفان الأقصى بالنسبة للنقطة الأولى المحور الأول في هذا التقرير أعلن رئيس الحكومة الحالية قبل مدة عن تشكيل لجنة لبحث انسحاب قوات الاحتلال أو جدولة انسحاب قوات الاحتلال وهذه الدعوة يعني من جانب مستغربة ومن جانب آخر لا تتفق مع وقاع الأمور ويشبه ما تكون بمزحة ثقيلة جدا أولا لأنه موضوع الجدولة لا يمكن لحكومة تعترف بوجود قوات أمريكية في العراق وتعدها قوات صديقة وتنظم عملها وفق اتفاقية أمنية مشهورة معروفة وبرمت عام 2008 والتي تسميها الهيئة والقوى المناهضة لاحتلال باتفاقية الإدعان لا يمكن لهكذا حكومة أن تشكل لجنة بإرادة منفردة لبحث هكذا موضوع فليست لديها القدرة على جدولة انسحاب الاحتلال وليست حتى لديها القدرة على المطالبة بذلك لأن الاتفاقية لا تنص على هذا الأمر هذا أولا ثانيا وقاع الأحوال تدل على أن الحكومة في بغداد هي أحوج ما تكون لبقاء هذه القوات فهي ضمانة النظام السياسي الحال وهي الحامية لهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها وهذا يفسر الاختلاف الكبير الحاصل بين الحكومة وبين الأذرع الميليشياوية التابعة لبعض القوى السياسية والمدعومة إيرانيا التي هاجمت الحكومة ظاهريا بسبب هذا الموقف فالظاهر أنه يقرأ أن الموقف ينقسم على موقفين أخص موقف الميليشيات الولائية الداعية لانسحاب قوات الاحتلال في قلية الجذولة وموقف الحكومة التي تريد بحث هذا الأمر مع الأمريكان من جانب ولكنها من جانب تقول بأنها قوات موجودة بناء على اتفاقية فهي محرجة بين الطرفين مع أنه نظريا وفق النظام السياسي القائم لها السلطة رئيس الحكومة هو القايد العام للقوات المسلحة وهكذا ينبغي أن يكون وعليه في هذه القوات جميعا بما فيها هذه الميليشيات المنضوية تحت هيئة ما يسمى هيئة الحجد الشعبي تحت إمرته فكيف تكون تحت إمرته وتضرب القوات الأمريكية المحتلة وتطالب بانسحابها والحكومة لا تطالب بهذا الانسحاب وتدعو للجذولة وتدخل في دور الوساطة بين الطرفين وهي أبعد ما تكون عن الوساطة لأنها نظريا دائما نقول نظريا صاحبة إرادة وأمر وقيادة المفروض لكل الفصال المسلحة في العراق ما عادت تنطل الآن موضوع الفصائل المنفلتة والميليشيات المنفلتة وما إلى ذلك الأمور محكومة ومضبوطة سواء كان عراقيا بين قوسين أو إيرانيا النقطة هذه أيضا حاطت بها حملة إعلامية كبيرة وحملات علاقات عامة لإبراز أن الحكومة حريصة على إخراج قوات الاحتلال وأن الميليشيات أو ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق هذا الاسم الجديد الذي ظهر أخيرا حريصة على خروج قوات الاحتلال أين كانت عن هذه القوات طوال سنوات طويلة لم تقاتل في صفوفها لم تقاتل تحت حمايتها في مفاصل كثيرة كلكم يعلموها كل العراقيين بل أغلب المتابعين للشأن العراقي لا حاجة لذكرية تفاصيل أين كانوا عن ذلك نقطة أخرى أنهم يحاولون الآن سرقة بعد أن حاولوا سرقة المقاومة العراقية تاريخ المقاومة العراقية يحاولون سرقة الجهد السياسي المصاحب لجهد المقاومة العراقية فيما يتعلق بالمطالبة بخروج قوات الاحتلال فمن المعلوم أن أول جهة طالبت بجذورة انسحاب قوات الاحتلال من العراق وفي وقت مبكر وقبل مضي سنة من عمر الاحتلال هي هيئة علماء المسلمين في العراق ووالت مطالبت بهذا المبدأ على مدى سنوات طويلة جدا والشواهد على ذلك كثير التقرير اعتنى برصد قسم منها في السنوات الثلاثة الأولى للاحتلال أو الثلاثة أو الأربع من الاحتلال أما إذا أردنا أن نجرد كل ما تحدثت عن الهيئة في هذه الجزئية لخرجنا برسالة أو كتيب متوسط الحجم يتحدث عن هذا الموضوع لكثرة ما تناولت الهيئة هذا الموضوع من جميع جوانبي ولكن أذكر أن الهيئة استقبلت الأخضر الإبراهيمي وبعوث الأمير العام المتحدة في بغداد في زيارته للعراق اللي استطلاع آراء المكونات والفئات والشعب العراقي فيما يتعلق بالموقف من الاحتلال وموضوع الانتخابات التي كان مطروح إجراء وقتها وموضوع التعداد السكاني وقضايا أخرى كثيرة وزار في منزار الهيئة في مقرها في جامعة عم القرى وتحديدا في يوم 12 شباط 2004 وإحنا اليوم 13 شباط 2024 يعني قبل 20 سنة بالتمام واستمع لوجهة نظر عدة جهات عراقية من مهن ونقابات واتحادات وتوجهات فكرية معينة ثم وبعد ذلك التقى بقيادة الهيئة وسمع منهم الخطة كاملة وسلمت له ورقيا وعرضت على الأمم المتحدة بعد ذلك هذا كله جرى في عام 2004 والخطة كانت تنص على وضع جدول زمنية في خروج قوات الاحتلال ويصاحبه في الوقت نفسي استخدام قوات دولية تحل محلها وإشراف مباشر المتحدة وجامعة الدول العربية في خطوة تعد أول مشروع لإنهاء الاحتلال في الإرام هذه هي قصة وتاريخ جدولة المطالبة بجدولة انسحاب قوات الاحتلال التي أصبحت علامة دالة على موقف القوى المناهضة الاحتلال في وقت كانت القوى الأخرى ومنها الأحزاب المشكلة الحكومة ومنها الحزب الحاكم الحالي ومنها الشخصية التي تعكم الآن العراق كرئيس وزراء من هذا الحزب كانت في الجانب الآخر تطالب ببقاء قوات الاحتلال وتعدها قوات محررة وصديقة هذا تاريخ لا يمكن تزويره ثم تابعت الهيئة المطالبة بذلك في كل أدبياتها في بياناتها تصريحاتها الصحفية رسائلها المفتوحة كلماتها في المؤتمرات لقاءاتها التلفزيونية وما إلى ذلك لن أستعرض الجميع التقرير ذكر 13 شاهدا إلى عام 2007 سأذكر نماذج منها أول ذكر لذلك ذكرناه في اللقامة الأخضر إبراهيمي ثم ذكر بعد ذلك في الاجتماع المشهور للقوى المناهضة الاحتلال في 15-2005 التي اجتمعت لبحث موضوع المصالح الذي كان مطروحا واختها ونظر المجتمعون كما يقول التصريح الصحفي والبيان الصادر عن الاجتماع في المخترحات التي ترمي إعادة الاستقلال لعراق ووحدته وسيادته الكاملة وأعلنت أن منها الجدول الواضحة والمحددة والمعلنة الملتزم بها وفق ضمانات دولية لانسحاب قوات الاحتلال من العراق بجميع مظاهرها وإشكالها لكما يحاولون الآن خروج شكلي خروج جزئي إعلانات بيانات وواقع الحال وغير ذلك ثم كررت الهيئة ذلك في اليوم الثاني بعد هذا اللقاء زارها السيد أشرف قاضي خان ممثل الأمير العام المتحدة بعد الأخضر الإبراهيمي واستمع لموقف القوى المناهضة للاحتلال من عدة قضائم من ضمنها موضوع الجدولة وكررت الهيئة عليه ما تم الاتفاق عليه في اللقاء سابق الذكر لقاء القوى المناهضة للاحتلال أيضا ما أكدته الهيئة في بيانها رقم 101 المتعلق بالذكرى الثاني لاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في 8 أربعة 2005 حيث قالت في البيان إنها ما زالت على موقفها الثابت من تبني المشروع الوطني البديل للاحتلال لاحظوا المشروع الوطني البديل للاحتلال طرحته الهيئة منذ ذلك الوقت وصدر كتاب عن الهيئة بعنوان المشروع الوطني البديل للاحتلال موجود في مكتبة الهيئة وموجود BDF على موقع الهيئة وقناة اصدارات الهيئة وفي مواقع الكترونية أخرى لمن أراد أن يتأكد أو ينظر في الجهد المبذول وقتا ماذا يقول هذا المشروع الوطني البديل يقول مشروعنا يقوم على تحقيق المطالب الوطنية لأبناء شعبنا في الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أرضه ومقدراته كما هو معلن في بيان أم القرى في 15-2005 ثم تم ذكر الجدولة أيضا قول الشيخ حارث الضالي رحمه الله الأمين العام الراحل للهيئة في خطبة الجمعة في جامع أم القرى ببغداد بتاريخ 8-5 2005 لاحظوا الأيام تقاربها كان جهد كبير وضغط كثير في هذا الموضوع قال مخاطبا قوات الاحتلال نقول لكم اخرجوا بهدوء وبجدولة معقولة ومكفولة واحفظوا ماء وجوهكم ووفروا على أنفسكم وأنفسنا الدماء والأموال والجهد أيضا كلمة الشيخ الدكتور حارث الضالي رحمه الله في مؤتمر اللفاق بالقاهرة في 15-11 2005 تضمنت عدة محاور أول محور المطالبة بتحديد جدول زمني مكفول دولي لانسحاب قوات الاحتلال الذي هو أصل المشكلة في العراق ثم بيّن أن القوى المناعة قد سبق أن قدمت هكذا مشروع للأخضر الإبراهيم نتجاوز بعض المواضع الأخرى ونصل إلى مخاطبة هيئة علماء المسلمين في العراق في رسالة مفتوحة صادرة بتاريخ 21-03-2008 الملوك والرؤساء والأمراء العرب المجتمعين في مؤتمر القمة العربي في دمشق وقتها قائلة إن هيئة علماء المسلمين في العراق ومن منطلق واجبها الديني والوطني تناشد ملوك والرؤساء وأمراء الدول العربية باسم الشعب العراقي المنكوب لاحظوا مصطلح المنكوب مستخدم منذ ذلك الوقت في أدبيات الهيئة أن يخرجوا من صمتهم الذي لا مبرر له وأن يكونوا بمستوى آمال إخوانهم في العراق بهم وأقل ما يمكن تقديمه لإخوانهم في هذه الفترة العصيبة هو المطالبة الصريحة بخروج الاحتلال من العراق بأقرب فرصة بجدولة زمنية أو بغيرها يعني نزل سقف مطالبة الحكام العرب والنظام العربي الرسمي لدى الهيئة إلى المطالبة بالجدولة فقط عندما يأست من أن يكون هناك فعل أكبر من ذلك أيضاً ما ورد في الرسالة المفتوحة الموجهة من الهيئة للشعب العراقي بتاريخ 22-11-2008 وجاء فيها وبالتحديد هنا مطالبة بالجدولة مع الحديث عن الاتفاقية الأمنية الدائر الآن والذي قدمناه في بداية التقرير تقول الرسالة في عام 2008 وشتان بينها وبين الجدولة يعني بين الجدولة التي نريد وبين الجدولة التي تريدها الحكومة بحسب الاتفاقية الحالية والتي تتعهد بحماية النظام السياسي الحالي بكل سيئاته والحكومة القائمة بكل فسادها وهذا الذي يحاولونه الآن كما تعفل اتفاقية إدارة الاحتلال الأمريكي بالالتزامات التعويض وإصلاح ما أفسدته بناء على أنها قوات صديقة مطلوب بقاؤها من قبل الحكومة الحالية فهل بيّنت الحكومة الحالية هذه الحقائق أم استخفت بعقول الشعب العراقي ودلست عليه ذلك لتمريل اتفاقية وأنا أقول أيضاً الحكومة الآن مطالبة ببيان كل شيء وعدم التدليس على الشعب العراقي لأن أي جدول الآن ينبغي أن تمر وفق ضوابط وقواعد الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 وبغض النظر عن موقفنا من النظام السياسي والحكومات المتعاقبة فهي اتفاقية جائرة ترهن مستقبل العراق وتبقيه بلداً محتلاً إلى عقود طويلة كما هو الحال في مثال اليابان وكما هو الحال في مثال ألمانيا وإن تبجح المتبجحون بالحرية والسيادة والاستقلال وما إلى ذلك هذه الشواهد وشواهد غيرها تدل على أنه الهيئة كانت سباقة هي والقوى المناهضة والاحتلال لطرح موضوع الجدولة فلا مجال للمزايدات في هذا الموضوع في الوقت الحاضر ونختم هذا المحور بثلاث حقائق الأولى تقول أن تهافض حكومة بغداد إعلامياً في الحديث عن جدولة انسحاب القوات الأمريكية له سياقات سياسية ومصلحية تتعلق بالصراع الدائر الآن بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في الساحة العراقية فهي ليست منطلقات أوفق منطلقات عراقية خالصة ووطنية وإنما لدواعي إيرانية تحكم طبيعة الصراع الدائر بين الطرفين فضلا عن ذلك فإنما جرى من ضرب هنا وضرب من هناك من الميليشيات ثم مرد القوات الأمريكية كله جاء على هامش معركة الطوفان الأقصى وفق قواعد اشتباك المعروفة عدم توسعة المعركة بين الطرفين عدم استهداف أهداف حقيقية وإيقاع خسائر والنكاية بطرف بطرف آخر إلا ما حصل خطأا في موضوع القصف على القاعدة المعروفة على الحدود الأردنية السورية وما تبع ذلك من ضربات أمريكية في بغضات الحقيقة الثانية أن الحكومة ومن معا يحاولون حصر الوجود الأمريكي في العراق بالوجود العسكري أو الاحتلال الأمريكي عفواً في العراق بالوجود العسكري وهذا تضليل لماذا؟ لأن هناك وجود عسكري وهناك وجود سياسي هناك مشروع عسكري وهناك مشروع سياسي إذا كان المشروع العسكري تراجع بعد أن بسط الأمريكان بمعاونة الإيرانيين أو بسط الإيرانيون نفوذهم بمعاونة الأمريكان على الساحة العراقية وبدأ التخادم بينهما فإن هناك نظاماً سياسياً قائماً على وفق الإرادة الأمريكية المتحكمة فيه حتى هذه اللحظة فإذا جدول انسحاب قوات الاحتلال فرضاً وخرجت من يجدول خروج الأمريكان السياسي من العراق الذي رهن حاضر العراق ومستقبل العراق فإذا هناك محاولة تدليس وتضليل للعراقيين وغير العراقيين بأن القصة مقتصرة على الجانب العسكري والقصة ذات وجهي حقيقة الثالثة العراق يعيش تحت سطوة احتلال مزدوج أمريكي إيراني فلما المطالبة بجدولة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية وعدم المطالبة بخروج القوات الايرانية أو وقف عمل الميليشيات التابعة لإيران أو إيقاف النفوذ العسكري والأمني والسياسي الايراني في العراق فهل السيادة تقتضي المطالبة بخروج طرف سياسي وغض النظر عن طرف آخر مع أنه مشاكل هذا الطرف واضح عن الأرض بحكم الجغرافية والقرب ومساحة الحدود الكبيرة بين العراق وإيران وبحكم عائدية وتبعية غالب القوى السياسية في العراق لإيران كلها تجعل النفوذ الإيراني على الأرض يكاد يكون أقوى من النفوذ الأمريكي التوازن حاصل طبعا بالقوة الأمريكية اللي خارج نطاقات الحسابات الأرضية فهذه ازدواجية وتدل على النظام السياسي مرتهم بالكامل بالمطامح والمصالح الإيرانية وهو داخل ضمن لعبة قواعد الاشتباك وكل ما يصدر من موضوع المطالبة بالجدولة وما إلى ذلك أو محاولة تخفيف وجود قوات الاحتلال هو من قبيل كما يقولون يعني الضحك على الذقون وقد ظهر تناقض هذا واضحا جليا بين رئيس الحكومة الذي يطالب بالجدولة ووزير الخارجي الذي يقول بأنه البعثات والهيئات وغير الأجنبية في العراق مسؤولية حماية التتقى على عاتق الحكومة العراقية وطبعا هو ما قال للقواعد العسكرية حتى لا يقع في حرج ولكن يتدخل ضمن هذا المهم وكان يقصد هذا الأمر يقول بأنه هي اتفاقية أمنية وبفق الاتفاقية الأمنية احنا مسؤولين عن سلامة وأمن هذه القواعد ومن هنا صارت ضجة عليه كبيرة واتهامات من الميليشيات فإذن حتى ما تسمى الحكومة حكومة الاحتلال التاسعة متناقضة في هذا البعض المحور الثاني في التقرير كان على الاعدامات الجماعية المعتقلين في السجون العراقية الحكومة منذ أشهر تقوم بمسار قمع خطير جدا وتحاول فيه الإجهاز على أكبر عدد من المعتقلين وقوام المعتقلين التي ترفع لرئاسة الجمهورية للتصديق على الاعدام بلغت أرقاما كبيرة خلال الأشهر الماضية آخر قائمة فيها قرابة 150 وتم التنفيذ في أغلبهم وقبل قائمة أيضا في شهر ثمانية ذهبت وينتظر تنفيذ حكم الاعدام فيهم أيضا هذا الأمر كله تم بناء على ما جار فيما يسمى النظام القضاء العراقي القائم على لا أسس عدلية ولا أسس قانونية ولا أسس يعني بل هو يفتقر إلى أدنى مقونات العدالة وذكرنا في تقارير كثيرة سواء كانت في قسم حقوق الإنسان في الهيئة أو في القسم السياسي أو في بيانات الهيئة أو في تقارير منظمات العربية والاقليمية والدولية أن هذا النظام يقوم على انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب كما يقول التقرير التعذيب الجسدي الوحشي المتكرر والإجبار على الاعتراف في جرائم لم ترتكب وتم الحكم على كثير منهم بالاعدام في محاكمات سريعة تفتقر لأدنى مقاومات العدالة وتعتمد على أدلة غير كافية فضلا عن كون معظمهم لم يخبروا عن أسباب اعتقالهم ولم يعطوا الفرصة للدفاع عنفسهم في ظل إجراءات غير قانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الغرض منها تحقيق العدالة هذه كلها نتيجة نظام سياسي للأسف عنصري متحكم بالقضاء الجنائي في العراق ويقوم على أساس الاتهام وفق الهويات والخلفيات والمرجعيات والمذهبيات وما إلى ذلك وفق ما شرعوه من قوانين وبنوط ظالمة ومنها التهمة المشهورة التي تلقى يعني على كل شخص حتى ولو كان الأمر نتيجة الكيد والتهمة وهي تهمة الإراء هذه الرغبة في الانتقام وفق العقلية العنصرية التي تتملكها الرغبة في القتل هي المحركة لطبيعة النظام القضاء في العراق ومن هنا المسارع بتقديم هذه القوامل رئاسة الجمهورية تصديق استباقا لما يسمى قانون العفو الذي هو أفرغ في الأصل من مادته الأساسية من مضامينه الحقيقية وإلى الآن تماطل القوى المتنفذة في النظام السياسي في إقراره وتخدع القوى الأخرى تحديدا القوى السنية التي تأمل وتتمنى وترجو وتريد وتطلب ولا تصل إلى نتيجة وقد لا يطبق القانون أصلا أو قد يطبق بعد أن يتم تبيض وتفريض السجون من كثير من المتهمين فيها العراق كما ذكر في تقرير سابق لقسم حقوق الإنسان في الهيئة يكاد يكون من أكثر البلاد في العالم في عدد يعني هذه من القوائم التي يتقدمها العراق دائما قوائم قليلة من أكثر الدول في العالم اصدار الإحكام لإعدام وتنفيذ الله ويتسابق مع بعض الدول ويبدو أنه قد تفوق عليها العراق فيه ما لا يقل عن ثمانية ألاف شخص صدرت بحقه محكام الإعدام طوال السنوات العشرين الماضية بما يعطي العراق المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال حيث أن عدد المحكومين بالإعدام في العالم 24 ألف قرابة 24 ألف أو 27 ألف أفوا ثمانية ألاف منهم في العراق أي ما يقرب من الثلاث فهذه قضية خطيرة جدا وقد سعت الهيئة بكل ما تستطيع في هذا المجال فضلا عن البيانات والتقارير الدورية التي تصدر عنها وعن الأمانة العامة وقسم الإعلام وقسم حقوق الإنسان الذي بدل جهدا كبيرا في هذا الموضوع قام القسم أيضا بحملة الاتصال بكل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الجانب وتقديم تقرير رسالة خاصة من الهيئة ثم قبل أيام صدر تقرير عن القسم وقد وصلت لكل المنظمات الدولية بما فيها المنظمات التابعة للمتحدة أو القريبة من منظومة الأمم المتحدة وقد علمنا أن هناك جهودا تبدل من المتحدة في هذا المجال بل أنه صدر بيان من بعض العاملين في الجانب الحقوقي قبل مدة في الأمم المتحدة أشار إلى هذا الموضوع منبع على خطورة ما يجري في العراق وإن كان من منظمة في المتحدة ولكن هذه مؤشرات على أن القضية بدأت تأخذ حيزا أكبر بدأ نوع من التراكم يحصل في هذا الجانب المحور الثالث والأخير هو معركة طوفان لقصة وتداعيات على الرحل كلنا نعيش هموم هذه المعركة وأمال هذه المعركة ومخاوف هذه المعركة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في فلسطين عامة وفي غلسة خاصة من حصار خانيق وقتل وتدمير وتهديد بالإبادة الجماعية التي بدأت فصولها منذ السابع من تشرين الأول وهي مستمرة إلى الآن وبلغت حلقات خطيرة جدا وصل ما يقرب يعني الضحايا ما يقرب من مئة ألف بين شهيدين وجريحين ومفقود بحسب طبعا إحصاءات وكالة الأنر وعدد من المنظمات الدولية وإلا يعني الخطب أكبر والفدح أو ساع وممكن الأعداد تكبر مستقبلا ومع ذلك ما زالت القوى المقاومة الفلسطينية بجميع توجهاتها تقوم بواجبها في التصدي للعدو الصهيوني وتوقع فيه الخسائر الكبيرة وتدافع ما استطاعت الدفاع عن نفسها وإن كانت المعركة غير متكافية العالم كله يتكالب معه ويساند الكيان الصهيوني وأن حدثت بعض الاختلافات هنا وهناك في الجبهة المعادية للأمة والفلسطين ولكن التوجه واحد وهو القيام باجتثاث هذه القضية ما أمكنه اجتثاث رجال المدافعين عنها مع سكوت مطبق لكثير من الأنظمة بالغالب الأنظمة العربية والمسلمة للأسف إن لم يكن هناك نوع من الرضا بمخرجات ونتائج هذه المعركة سياسيا وعسكريا بطريقة أو أخرى الأمة لم تقصر فعلت كل ما تستطيع ولكن الأمة محكومة ليست كما كانت سابقا الظروف غير مهية لا تستطيع الوصول لفلسطين لأداء واجبها كما ينبغي ولكنها قامت بكل ما يمكنها كشعوب وكمنظمات شعبية وإهلية تعبر عن هذه الشعوب وجهودنا في هذا المجال تعلمونها جميعا وننشرها وقبل يومين أو ثلاثة عدنا من زيارة لإسطنبول بعد أن شاركنا في أسبوع القدس العالمي وبعض فعالياته لإسناد هذه القضية وجهدنا متواصل سواء كان هنا في عمان أو في إسطنبول وحتى في العراق ورأينا وقفات كثيرة والحمد لله ومهرجانات لعلماء العراق الذين بيضوا الوجه وأثبتوا وقوف الشعب العراقي الحقيقي مع المقاومة في ملسطين للوقوف المدعى والمصطنع من قبل الحكومة والميليشيات في العراق وفيما يتصل بهذه الأحداث كشفت بشكل صريح عن التخادم وطبيعة التخادم الأمريكي الإيراني مكشوف في العراق الآن كشف فيه موضوع فلسطين موضوع قواعد اشتباك اللي حدثنا عنه عدم توسعة المعركة عدم دخول بعض الأطراف التي كانت تدعي نصرة القدس في المعركة وآخرها كانت هناك فرية تقول بأنه حزب العسبيل المثال في جنوب لبنان عطل ثلث القوة الصهيونية عن المشاركة في مركة غزة من خلال المناوشات على الهدد واقع الحال وفق معلومات دقيقة من أهل اختصاص من الخبرة العسكرية مما يرصدون الحدث ويتفاعلون معه بأن هناك قوات صهيونية انسحبت من شمال فلسطين وهي تقاتل في غزة بمعنى أن هناك اختلالا في القوة والموازين في الجبهة الشمالية في فلسطين وبإمكان حزب الله وغير حزب الله أن يستغل هذه الفرصة إذا كان صادقا لتحرير فلسطين وفتح جبهة واسعة وعريضة على الكيان الصهيوني تشغله أو تشاغله مشاغلة حقيقية لا مشاغلة شكلية ضرب هنا وضرب هناك وضرب على هذه القاعدة وعلى هذا العمودة وعلى ذلك البرجة وما إلا ذلك حتى وأن تطورت هذه الضربات وتنوعت وسقط قتلى في صفوف حزب الله ولكنها كلها مضبوطة بمقياس دقيق يعطي الكيان الصهيوني الأمان في الجبهة الشمالية بحيث يستطيع مناورة قواتي لأنه بحاجة ماسة لتجديد الدماء في معركة غزة هذا كله جرى أما الفصال المرتبطة بإيران والتي تدعي أنها تقوم بنصرة فلسطين والأسف تنخدع بها بعض الجهات الفلسطينية وبعض وسائل الإعلام وتروج لها واقع الحال يقول أنها غير مؤثرة إلا إعلاميا الأمة بسوادها الأعظم شاركت في ماركة طوفان الأقصى لأن المعركة ليست بنت الساعة وإنما هي معركة عقود هذا البنيان الذي جرى في غزة شاركت فيه سواعد الأمة شاركت في بنائه في تعزيزه في تسليحه في تدعيبه في تنكينه في الدفاع عنه والآن المنابر التي تحدث عن هذا الموضوع هي المنابر الغالب عليها هي المنابر سواد الأمة المسلمة التي أعطت هذا الزخم للرواية الفلسطينية وعززت الجهد الإعلامي الفلسطيني المدني منه والعسكري فلا مجال أيضا هنا يحصل نوع من التدليس والتلبيس غير المقصود أن الحديث عن المشاركة الفعلية العسكرية وتنسى المشاركات الأخرى وأيضا يغفل حجم المشاركة العسكرية الفعلية هل هو مؤثر أو غير مؤثر وأيضا يغفل الحديث عن جانب المشاركة العسكرية الذي لم يستغل هذا الموضوع لا يتحدث عنه أبدا وضربنا له مثال الآن بفراغ الساحة في شمال فلسطين فراغ النسبي نتيجة تدوير القوات الصيونية ولهذا لا يخفى إذا لم يخفى على خبير عسكري يبعد ألاف الكيلومترات عن فلسطين كيف يخفى على حزب الله ونظومة حزب الله الاستخبارية فالمعركة محكومة ومضبوطة بقواعد الاشتباك اللعينة كما يسمونها أخيرا هناك تهديدات خطيرة منذ أيام باشتياح كبير لرفح آخر معقل من معاقل المقاومة الفلسطينية وخطورة هذا الموضوع أن غالب من هجر من شمال ووسط القطاع استقر في رفح في جنوب القطاع فإذا هو تهديدهم بمعركة خطيرة جدا لأنها ستؤذي من تأذى سابقا ولكنه وجد ملجأ ما رفح الآن مدخمة كل من رحل من الشمال والوسط هو الآن في رفح فإذا مخاطر الإنسانية كبيرة جدا هي أشبه بمجزرة قادمة لا سمح الله وقد نبهت وحذر الجهاد كثيرة ومنها الهيئة في بيانه الذي صدر أول أمس في التحذير من مخاطر هذه المعركة يبدو الاحتلال يريد أن يدفع بهؤلاء جميعا بالقوة للخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية وهنا الخطورة وترون ردود الأفعال لدى حتى دول كثيرة وبدأت بعض الدول العربية تتحدث عن مخاطر هذه النية وهناك نوع خلاف بين الإدارة الأمريكية والإدارة الصهيونية قسم منهم يقول أنه صحيح لأنه حرجت الإدارة برفض نتنياهو الاستماع لها وقسم آخر يقول لا هي موافقة ولكن تغض النظر أو غير موافقة على مدى هذا الهجوم وما سينتهي إليه هذا الهجوم وما يسببه من إحراج للرواية الصهيونية والرواية الغربية هذه المحاور الثلاثة لهذا التقرير الدوري للقسم السياسي في الهجوم الذي حاولنا فيه أن نغطي أبرز ما يدور في الساحة مع أن هناك قضايا كثيرة جدا ولكن هذه باعتقادني القضايا الأبرز أشكر لكم استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثل نظاري على هذا العرض الوافي الذي سلط فيه الضو على أمور مهمة يحتاجها من يبحث عن حقيقة الواقع المرير في العراق وأيضا واجب الأمة وتضامنها مع أهلنا في فلسطين محتلة وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة